هل التزم السلاطين العثمانيين بمبدأ العدل بين الزوجات؟ كانت عادة في العصور الإسلامية القديمة أن يتزوج السلاطين من الحرائر بعدما كانت تعتبر هذه الزيجات علامة على القوة والسيطرة السلطانية كانت هذه الزيجات تمت بعقود شرعية وقد استمرت هذه الممارسة في الدولة العثمانية حتى عهد السلطان محمد الفاتح ومع ذلك بعد عهد السلطان محمد الفاتح تغيرت العادات والتقاليد وتبنى السلاطين العثمانيون سياسة جديدة بخصوص الزواج حيث تركوا الزواج من الحرائر وبدأوا في التفضيل للجواري الحسان التي كان يعتبرن أكثر استقرارا وسلامة من الحرائر على الرغم من التزام السلاطين الأوائل بالحد الأقصى في عدد الزوجات إلا أنهم لم يلتزموا بشرط العدل بين الزوجات بالكامل وكانت هناك تفضيلات واضحة تجاه بعض الزوجات على الأخريات ففي البروتوكول العثماني كان يفضل الزوجات اللائي أنجبن ذكورا بدلا من إناث وكانت لهن مخصصات مالية أكبر من داق الزوجات كما كانت والدة ولي العهد تتمتع بتقدير خاص ومزيد من الامتيازات بصفة عامة كانت كل سلطانة تقيم في جناح خاص بها في الحريم السلطاني حيث كانت تتمتع بحماية ورعاية خاصة من السلطان والمؤسسة العثمانية كان لكل سلطانة حاشية خاصة تضم وصفات يخدنها وتتألف هذه الحاشية من عدد معين من الخسيان ويترأسهم أغى الطواشي أو أغى الخسيان يقوم فريق منهم بخدمة السلطانة بينما يقوم الآخرون بحراسة جناحها والممرات المؤدية إليه ويتلقى الأغى رغبات السلطانة أو أوامرها وينقلها إلى السلطان إذا كانت السلطانة أم ولي العهد أو أنجب الطفلا أم ينقلها إلى الصبر الأعظم إذا كانت السلطانة من الدرجة الثانية كانت الحريم السلطانية تضم أعدادا كبيرة من الجواري الحسان وكان السلاطين يحصلون عليهن من ثلاث مصادر مختلفة أولا كانوا يقتنونهن من تجار الرقيق الذين كانوا يستغلون فرص الحروب الأوروبية لشراء النساء والفتيات الأسيرات ومقلهن إلى الدولة العثمانية وكان أمين جمرك الأستانة يتخذ جزءا من حاجة القصر السلطاني من الفتيات اللواتي كانت أعمارهن تتراوح بين العاشرة والحادية عشر وفي أوقات السلم كانت تجار الرقيق في أوروبا وأسيا يقومون بخطف الفتيات من العديد من البلدان مثل اليونان وإيطاليا وألبانيا والنمسا وروسيا والقرم وكانت أغلبية تجارة الرقيق تأتي من بلاد القوقاز ولذلك كانت معظم الفتيات الرقيقات من تلك المناطق واشتهرن بجمالهن الدارس ثم كانت الهدايا هي المصدر الأخير الذي كان يتلقاه السلطان للحصول على أجمل الفتيات حيث كان يقدم له هذه الهدايا من قبل كبار الموظفين في الدولة أو من حكام بعض الدول الأوروبية وكانت هذه الفتيات يتم تعريفهن بدروس مكثفة في مختلف المجالات مثل العلوم والسلوكيات الاجتماعية الرفيعة بهدف تأهيلهن للدخول إلى الحرين السلطاني واستيعاب التعليم العثمانية معظم هذه الجواري كانت من الديانة المسيحية ولكن بمجرد دخولهن القصر يتغير وضعهن حيث يعتنقن الإسلام ويتعلمن البروتوكول العثماني في أروقة القصر يخضعن لدروس في الثقافة الإسلامية والثقافة العامة والسلوك الاجتماعي وتعلم اللغة التركية وأثناء هذه الدروس يظهر مدى موهبة الفتاة واستعدادها للدراسات الإضافية مثل اللغات الفارسية والعربية والفرنسية والإنجليزية والتاريخ الإسلامي والجغرافية بشرط أن تكون مستعدة للتعلم النظري وإذا كانت لديها الاستعداد للتعلم العملي فإنها تخضع لتعليم في مجالات مثل التطريز والحياكة والموسيقى والغناء والرقص ينظم الجواري في مجموعات حيث تتألف كل مجموعة من عشر جواري وتشرف رئيسة على كل مجموعة مع مرور الوقت تتطور الجواري في الجمال والرشاقة والمعرفة والثقافة واللداقة وتتسع أفقهن وعندما تصل إلى سن معينة التي لا تتجاوز عادة الخامسة والعشرين يعتقها السلطان ويسمح لها بالزواج كسيدة حرة من أحد رجال الدولة يقوم السلطان بتحديد الزوج لها وتترك الجارية بعد ذلك القصر قد يلفت انتباه السلطان إلى جارية معينة ويختارها لنفسه في بعض الأحيان قد تنجب هذه الجارية له ولدا أو بنتا مما يرفع مرتبتها إلى درجة تقارب السلطانة الحرة في هذه الحالة يطلق عليها لقب قدين وهي كلمة تركية تعني سيدة وتحصل على حريتها بعد وفاة السلطان نظرا لحق السلطان في اختيار من يريد من الجواري قرر السلطين العثمانيون التخلي عن الزواج من الحرائر وتفضيل الجواري الحسام عليهم كانوا يعينون أربع جواري من بين التي أنجبنا ليكوننا من القدينات وكانت كل قدينة تعامل كسلطانة وتعيش بعيدا عن زميلاتها الثلاث ولا تلتقي بهن إلا في المناسبات الاجتماعية وكانت لكل قدينة حاشية تخدمها وكانت تحصل على ميزانية خاصة ولم يعلو في المرتبة إلا بالأم السلطانة إذا كانت حية وترزق اشتركوا في القناة